الحمد لله الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليل والنهار تبصرةً وذكراً وجعل هذه الدار معبراً تفضي بأهلها إلى الدار الأخرى نحمده تعالى على سوابغ نعمه وتراجف مننه التي لا نستطيع لها عداً ولا حصراً ونشكره سبحانه وتعالى يسر من شاء من عباده لليسرى وجنَّبه العسرى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تكون لنا يوم المعادي عدةً وذخراً ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله المخصوص بالفضائل الكبرى والمبعوث إلى الخليقة طرًّا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى فإنها نعمة الوصية لمن حافظ عليها والموعظة البليغة لمن التفت بكله إليها فاتقوا الله رحمكم الله فبتقوى الله سعادة الدارين حقًّا وكرامة الحياتين صدقًا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون معاشر المسلمين إننا في هذه الأيام نودع عامًا هجريًا ماضيًا شهيدًا ونستقبل عامًا مُقبِلًا جديدًا عامًا مضى من أعمارنا تصرَّمَت أيامُه وقوِّضَت خيامُه غابَت شمسُه واضمحَلَّ هلالُه عامًا حوى بين جنبيه حِكَمًا وعِبَرًا وأحداثًا وعِظات لا إله إلا الله كم شقي فيه من أناس وكم سعِد فيه من آخرين كم طفلٍ قد تيتم وكم من امرأةٍ قد ترمَّلَت وكم من متأهلٍ قد تأيَّم مريض قومٍ قد تعافى وسليم قومٍ في التراب توارى أهل بيتٍ يشيِّعون ميِّتهم وآخرون يزُفُّون عروسهم لا إله إلا الله دارٌ تفرح بمولود وأخرى تُعزَّاب مفقود آلامٌ تنقلب أفراحاً وأفراحٌ تنقلب أتراحاً أيامٌ تمرُّ على أصحابها كالأعوام وأعوامٌ تمرُّ على أصحابها كالأيَّام أيها المؤمنون والمؤمنات إن رحيل الأيام والأعوام ذكرى وموعظةٌ لقلوب المؤمنين بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار كتب الله عليها الفناء فكم من عامرٍ عما قليلٍ يخرب وكم من مقيمٍ عما قليلٍ يرحل الدنيا عباد الله تُصلِح جانبًا بفساد جانب وتُسرُّ صاحبًا بمساءة صاحب فالركونُ إليها خطر والثقةُ بها غرر أمانيها كاذبة وأمالُها باطلة عيشُها نكد وصفوها كدر والمرء منها على خطر ما هي إلا أيامٌ معدودة وآجالٌ مكتوبة وأنفاسٌ محدودة وأعمالٌ مشهودة إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً وإن سرَّت أياماً ساءت أشهرًا وأعواماً يقول تبارك وتعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار عباد الله جعل الله ما على الدنيا من أموالٍ وأولادٍ وغيرها فتنةً للناس ليبلوهم أيهم أحسن عملاً يقول تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَنَهَى سُبْحَانَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ لأنَّ ذَلِكَ مَدْعَاتًا إِلَى الرُّكُونِ إِلَى الدُّنْيَا وَالِنْشِغَالِ بِهَا عَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ يقول سبحانه وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى لَقَدْ مَرَّ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى شَاةٍ مَيِّتَةٍ فقال لأصحابه أترون هذه الشاة هينةً على أهلها قالوا من هوانها ألقوها قال والذي نفسي بيده لالدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء وقال الإمام علي بن أبي طالماً رضي الله عنه ارتحلت الدنيا وهي مدبرة وارتحلت الآخرة وهي مقبلة فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل ولله در القائل نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد تلكم هي الدنيا عباد الله التي تنافسنا عليها وتخاصمنا وتقاتلنا والتي شغل بها كثير من الناس إلا من رحم الله فراحوا يتهافتون على جمعها ويتنافسون في اكتنازها وتركوا الاستعداد ليوم الرحيل والعمل لدار القرار لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتخوف الدنيا على أصحابه أن تبسط عليهم كما بسطت على من كان قبلهم فيتنافس عليها كما تنافسها القوم فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم إن العاقل عباد الله هو الذي يأخذ من الدنيا بلا شره ولا طمع ما يوصله إلى الدار الآخرة إن العاقل هو الذي يأخذ من الدنيا بلا شره ولا طمع ما يوصله إلى الدار الآخرة ويقويه على طاعة الله وتكون الدار الآخرة هي همه وشغله الشاغل فهذا لا تثريب عليه ولا عتب كما قال تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أيها المؤمنون والمؤمنات كم رأينا في هذه الحياة من بنى وسكن غيره وجمع وأكل وارثه وتعب واستراح من بعده دخل الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه الشام فقال يا أهل الشام اسمعوا قول أخي الناصح فاجتمعوا عليه فقال ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون إن الذين كانوا قبلكم بنوا مشيدا وأملوا بعيدا وجمعوا كثيرا فأصبح أمالهم غرورا وجمعهم ثبورا ومساكنهم قبورا وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذين نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجدافهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة عباد الله عجبا لغفلتنا في هذه الحياة مع كثرة العبار والمواعظ يضحك أحدنا ملأ فيه ولعل أكفانه تنسج له ويلهو ويلعب وربما ملك الموت واقف عند رأسه يستأذن ربه في قبض روحه يخيل إليه أنه مقيم مغتبط وهو راحل مفتقد يساق سوقا حفيفا إلى أجله والموت متوجه إليه والدنيا تطوى من ورائه وما مضى من عمره فليس براجع عليه نعم أيها الإخوة والأخوات في الله كم ودع بعضنا في العام الماضي من أب أو أم وكم نعينا من ولد أو بنت وكم دفنا من أخ أو أخت أو جار أو صديق عزيز ولكن أين المعتبرون المتعظون فأكثر الناس إلا من عصم الله في هذه الحياة مهموم ومغموم في أمور الدنيا لكنه لا يتحرك له طرف ولا يهتز منه ساكن إذا فاتته مواسم الخيرات أو ساعات تحر الإجابات تراه لاهيا ساهيا غافلا يجمع ويطرح يزيد وينقص وكأن يومه الذي يمر به سيعود إليه أو شهره الذي مضى سيرجع عليه جاهل والله من يغتر بالشباب وأحمق من يتعلق بالتراب ما أجهل من أنسته صحته وما أسفه من أطغته قوته ويا لخسارة من ألهته دنياه عن آخرته يا أبناء العشرين بادر الفتوة والشباب ويا أبناء الثلاثين انتصف العمر وجدة الركاب ويا أبناء الأربعين بلغتم الأشدى وحق العتاب ويا أبناء الخمسين ضعف الجسم والرأس شاب ويا أبناء الستين فتح والله للموتباب ويا من بلغت السبعين أو أكثر لقد أمهل الله لك وأعذر أفيجدر بك أن تتراجع وتتقهقر تدبروا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك عباد الله استمعوا إلى التابعي الحسن البصري رحمه الله وهو يصف حال سلفنا الصالح مع الدنيا حيث يقول أدركت أقواما لا يفرحون بشيء من الدنيا أتوه ولا يتأسفون على شيء من هافاتهم ولقد كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوافراشة لا ينوم يالليل إلا قليلا يستدرك ما مضى من عمره ويستعد لما أقبل من أيامه قدوتهم في ذلك محمد صلوات ربي وسلامه عليه الذي ارتسمت على لسانه نظرته إلى الدنيا بقوله في الحديث الصحيح ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها وأرشد صحابته رضوان الله عليهم بقوله لبعضهم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وهكذا كان سلفكم الصالح عليهم رحمة الله كان أحدهم إذا كبر سنه طوافراشه لا يناومي الليل إلا قليلا يصلي ويسبح ويستغفر يستدرك ما مضى من عمره ويستعد لما أقبل من أيامه حتى لا يصدق فيهم قول القائل إن لله عبادا فوطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فتزودوا رحمكم الله من الأعمال الصالحة قبل أن يفجأنا ويفجأكم الأجل ولا تغتروا بهذه الدنيا الفانية واعلموا أنكم راحلون عما قريب ومفارقون لهذه الدنيا فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وأعوامنا وأعمارنا وبالسعادة آجالنا واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله برحمتك يا أرحم الراحمين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولساء المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فاتق الله يا عبد الله ويا أمت الله واعلم أن طول العمر نعمة لا تقدر بثمن فكم من حبيب واريته الثرى وكم من قريب دفنته البلا فزادك الله بعدهم عمرا وأمدك بالحياة فاقدر هذه النعمة حق قدرها واغتنمه بما ينفعك يقول صلوات ربي وسلامه عليه اغتنم خمسًا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ولا يكن عامك الجديد كعامك السابق فأنت تستقبل عامًا جديدًا فأضف إليه جديدًا وزيادة العمر يعني نقصانه فليكن كل يومٍ جديد بالنسبة لك فرصةً للتزوُّد من الخيرات والصالحات فلن ترحل من الدنيا بمثل الحسنات والباقيات الصالحات اغتنم زيادة العمر وعمل على تقوية إيمانك فليس مثل الإيمان منزلةً عند الله عز وجل والناس تتفاوت منازلهم عند ربهم بالإيمان والعمل الصالح فاعقِد العزم على أداء فرائض الله وأتبِعها بالسنن فزيادة العمر مهلةٌ تزداد بها الحجة عليك إن لم تُطِع فيه ربك تبارك وتعالى اجتهد يا عبد الله أن تكون لك خبيئة عملٍ صالح لا يعلم به أحدٌ إلا الله عز وجل واكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك ولا تُظهرها إلا في حاج المصلحة الراجحة وانسِب الفضل لأهله وتجنَّب حب الظهور غير كل طبعٍ تكرهه من نفسك كسوء خلق وفضاضة قول وسوء عشرة وكن هيِّناً ليِّناً سهلاً رفيقًا فهؤلاء هم أهل الجنة حسِّن معاشرتك للناس فأنت بالناس ما دمت تعيش بينهم فجامل وتبسَّم وصافح ولطِّف منطِقَك واعفُوا وتسامح وتغافَ الواعفُوا تعِش أطيب حياه وأزم بين الحقوق والواجبات فهناك حقٌ لربك وحقٌ لوالديك وحقٌ لأهلك وحقٌ لزوجك وحقٌ لولدك وحقٌ لنفسك وحقٌ لوطنك وحقٌ لولاة أمرك فأعطي كلَّذي حقٍ حقَّه لا بدَّ من النظر في واقعك الاجتماعي فإن كنت مُقصِّرًا في صلة رحمك أو حقوق جارك فاجتهد أن تُصلِحَه فالصلة والله بركتها في الدارين وحسن الجوار طيبٌ في الحياة وأحدوثةٌ جميلةٌ عنك بعد الممات روِّح عن نفسك بالمُباح الحلال فالترويح سبيلٌ للجد بعده وإذا روَّحت عن والديك وزوجك وولدك فاحتسب ذلك عند الله ليكون لك طاعة كن جادًا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فلا يختلفُ اثنان أنها أصبحت السارق الأعظم للوقت والمُضيِّع الأكبر لكثيرٍ من فرص الخير من طلب علم وقراءة قرآن ووردٍ وذكر بل زاحمة واجباتٍ كثيرة كبر الوالدين ورعاية حق زوجٍ وولد فتعامل معها بجديةٍ فتعامل معها بجديةٍ وانضباط بلا إفراط لألا تكون سببًا لضياع زمانك وتفريطك بواجباتك احرص على زيادة العلم فما رُفع أحدٌ بمثل العلم فكن طالبًا له كثير القراءة تشارك الأذكياء بعقولهم وتكسب خبرات صفوة الخلق واجتهد يا عبد الله أن تضيف شيئًا في عامك وارتق في أهدافك وأعلى الأهداف ما قربك إلى ربك تبارك وتعالى وأعلى منزلتك وزكت به نفسك لا يحمل قلبك كل يومٍ إلا التفاؤل الحسن والظن الجميل بربه فالله كريمٌ لطيفٌ رحيم سيحقق الله لك الأماني وسترى ما تحب ولئن تأخرت الأماني قليلاً فإنك لا تدري ما هو الأصلح لك ولئن أصابك ضرٌ فما بعده والله خير ولئن غشيك مكروه فأيقن أن العاقبة أجمل كن كثيرًا لجوء إلى الله عظيم الإضطرار له في كل حوائجك وفي كل أمرٍ من أمورك وهذه الوصية جامعةٌ ومهيمنةٌ على جميع ما قبلها من الوصايا فكن أفقر الخلق لربك وأحوجهم لمولاه وأصدقهم طلبا وأحسنهم ظنًا به وأبشر بعطايا لا تتخيلها اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات في كل وقتٍ وحين اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات والصالحات في كل وقتٍ وحين وأعنَّ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وجُد بالعفو على من لا يرجو غيرك اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم بارِك لنا في عامنا الهجري الجديد واجعله من أبرك الأعوام علينا اللهم آهِلَّه علينا وعلى بلادنا وعلى جميع المسلمين بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والبركات يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين ودينهم وقرآنهم ومقدساتهم ورموزهم من أرادهم بشر وسوء وفتنة فأذر دائرة السوء عليه وأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأرن فيه عجائب قدرتك يا سميع الدعاء اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم موفق لات أمورنا وفق ملكنا حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد اللهم موفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح أحواج المسلمين في كل مكان اللهم كن لإخواني المستضعفين المظلومين كن لهم ناصراً ومؤيداً ومعيناً اللهم احقن بماءهم وألف بين قلوبهم وولي عليهم خيارهم ولا تسلط عليهم شرارهم اللهم احفظ بيت المقدس وأهل فلسطين والمسجد الأقصى وأهله واجعله شامخاً عزيزاً عامراً بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين اللهم اشف مرضاناً اللهم اشف مرضاناً وعافي مبتلاناً وارحم والدين وارحم والدين وارحم موتاناً وارحم موتاناً وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا أعتدلوا سووا صفوفكم نرحمكم الله حاذوا بين المناكب والأقدام وسد الفرج وأتموا الصفوف الأول فالأول وأقبلوا على ربكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونترك ونخلع من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد